السلام عليكم. فيه فرق بين اني اقلل الارتفاع في هرمون الكورتزول واني اتجنب الخطر اللي ممكن ينتج من ارتفاع هرمون الكورتزول. انا هنزل فيديو اتكلم فيه ازاي نقدر نسيطر على الارتفاع المزمن في هرمون الكورتزول وازاي نقلله وهنزل فيديو اخر ازاي تقدر تتجنب خطر الارتفاع المزمن في هرمون الكورتزول للناس اللي هي للأسف مش بتقدر تسيطر على ارتفاع هرمون الكورتزول وفي نفس الوقت بعض الأحيان ارتفاع هرمون الكورتزول المزمن بيكون تسبب في مشاكل كتير جدا لازم تتحل لشان نتخلص من الارتفاع المزمن في هرمون الكورتزول فيه سبع حلول لازم تمشي عليهم أول حاجة انت لازم تنام لما حضرتك بتتعرض للظلام بيبتدي يتصنع هرمون الميلاتونين وبيبتدي يزداد تصنيع هرمون الميلاتونين ويبتدي يتجمع في المخ ويوصل لأعلى مستوياته على الساعة 11 بالليل بيكون هرمون الميلاتونين عالي جدا وكلما الميلاتونين بيعلى هرمون الكورتزول بيقل فلما هرمون الميلاتونين بيعلى ويوصل لأعلى مستوياته على الساعة 11 أو 11 ونص مساء بتلاقي نفسك بقيت مرهج جدا ولازم تحس بالإحساس ده لو أنت إنسان طبيعي لما بتلاقي نفسك مرهج جدا فتبتدي تدخل تنام بيكون هرمون الكورتزول في الوقت ده في أقل وأدنى مستوياته وبتيجي حضرتك تصحى الصبح تلاقي هرمون الكورتزول بدأ يعلى 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 علشان يهيئ جسمك للسترس والشغل واليوم الجديد في نفس الوقت بيبتدي الميلاتونين يتكسر وينزل وده طبيعة الجسم الميلاتونين يسيطر عليك بالليل أما هرمون الكورتزول يسيطر عليك أثناء النهار يدي يزداد معاك ويوصل لأعلى مستوياته مع مرور الوقت ويرجع يقل لما حضرتك تتعرض للضلام كل ما الميلاتونين زيت تصنيعه كل ما الكورتزول قل أول عادة صحية لازم تتبعها أني لازم حضرتك تنام لازم حضرتك تتعرض للضلام عشان هرمون الميلاتونين يتصنع لازم تدخل جرفتك بدري وتقفل الموبايل وتبعد عن كل مشتقات اللون الأزرق لازم تبرد الجرفة علشان تسترخى وتنام رقم اتنين لازم نمارس تمرين التنفس العميق خاصة لو كان تمرين التنفس بتحفز العصب الحائر أو ما يسبع الفيجال نيرف وده نوع من أنواع الأعصاب اسمها الباراسمباساتيك نيرف العصب ده لما بيشتجل عندنا بنلاقي نفسنا ريلاكس وبنهدى بسرعة جدا وأفضل تمرين تنفس ممكن تحفز به العصب الحائر هو أنك تجيب صباعك تحط صباعك على الأنف اليمنى وتكتمها تكتم فتحة الأنف من الجهة اليمين وتتنفس من الجهة الأيصر تبتدي تأخذ نفس عميق في خلال أربع إلى خمس ثواني وتكتمه خمس ثواني وتبتدي تخرجه بوبطء في ستة إلى سبع ثواني تعمل التمرين ده على الأقل مرتين قبل ما تيجي تنام كل يوم وشوف إيه اللي يحصل لك رقم ثلاثة لازم تخرج تتمشى في الطبيعة خاصة قبل جروب الشمس لازم حضرتك تخرج تتمشى أثناء الجروب عشان تتعرض لشمس الجروب أشعة الشمس اللي بتبقى موجودة أثناء الجروب ديت أشعة اسمها الـ IR بتحفز إخراض هرمون الميلاتونين اللي بيكون موجود في الجسم وهرمون الميلاتونين ده مختلف تماما عن هرمون الميلاتونين الذي يصنع داخل المخ اللي مسؤول عن النوم ده غير ده تماما هرمون الميلاتونين الذي يصنع أثناء المش والتعرض لأشعة الجروب ده بيكون أقوى مضاد أكسادة وهو اللي مسؤول عن تصنيع الجلوتاثاين اللي هو أقوى مضاد أكسادة اللي كلكم عارفينه هرمون الميلاتونين ده بيتصنع لما بتعرض لشمس الجروب اللي هي أشعة الـ IR وبيتصنع أيضا لما حضرتك تتعرض لأشعة الدوق الأصفر وبيتصنع أيضا لما تتعرض لأشعة الحطب لأشعة النار لما تكون مولح حطب وهكذا علشان كده الدوق الأصفر أفضل وأصح من الدوق الأبيض بسبب النقطة دي رقم أربعة مش محتاج أن أنا أوصيك أنك تبعد عن أي سبب يؤدي إلى حدوث توتر وسترس عندك سواء كان في الحياة الشخصية أو الحياة العملية وكل واحد أدرى بنفسه لأن ده في حد ذاته بيخليك تحتارك نفسيا وبيخلي الجدة القذرية تحترق بسبب الفرط إفراز هرمون الكورتزول المزمن وعلى فكرة السبب ده من أهم الأسباب لدخول السيدات في السن انقطاع الدورة المبكر والموضوع ده شرحته قبل كده إن للأسف مع الضغط المستمر على الجدة القذرية لإفراز هرمون الكورتزول بتحترك الجدة القذرية وبيحصل فيها إرهاق وتعب شديد جدا فلما تيجي حضرتك تحتاجي هرمونات الجدة القذرية اللي بتعود نقص إفراز المبايد للأسف بتلاقي الجدة القذرية مش قادرة تشيل الحمل لأن لما المبايد بتقف اللي بيشيل الحمل هي الجدة القذرية فطالما حضرتك بتتعرضي الإسترس دايما مزمن وعندك فرط إفراز لهرمون الكورتزول فالغضة القذرية بتوصل لمرحلة ما بتقدرش يتطلع أي هرمونات تاني رقم خمسة ممارسة الرياضة بانتظام خاصة الصباح وما ينفعش كل يوم لازم يوم بعد يوم وممنوع نمارس الرياضة بالليل لأن الرياضة في حد ذاتها بتفرز هرمون الكورتزول طيب إزاي أنا عايز أتحكم في إفراز هرمون الكورتزول وفي نفس الوقت أنت بتقولي أن الرياضة بتخلي هرمون الكورتزول يزداد وبتقولي دلوقتي وبتنصحني أن أنا أمارس الرياضة لما حضرتك تمارس الرياضة الصباح فهتستهلك وتستنفذ هرمون الكورتزول اللي هو عالي عندك لازم تمارس الرياضة بانتظام كل يوم الصباح عشان تستفاد من ارتفاع هرمون الكورتزول اللي هو بالفعل موجود عندك آخر حاجة خالص واللي أنا مفضلهاش إن كنت تستخدم بعض المكملات الجزائية والأعشاب اللي هي لها مفعول لابتوجينك اللي بتزبط لك الهرمنات عندك ومن أهمهم الأشواجان ده رقم 2 الماغنيسيوم خاصة الماغنيسيوم المتعدد رقم 3 شاي بلسم اللمون والكركدي